بداية نحب أن نعرف رأيك بأسبوع الفضاء في أكسبو 2020 وكيف ممكن للاستكشافات في مجال الفضاء أن تصم في تحسين حياتنا على الأرض بداية أنا منتهل جدا لكل هذا المعرض لتنظيم هذا المعرض في دبي إنه رائع جدا ويسرني جدا أن يكون هناك تخصيص أسبوع بالكالم للفضاء وطبعا نحن ما نقوم به هو أننا نجمع العالم كله ونستخدم الأدوات الموجودة لمساعدتنا في وضع حياة مستدامة أكثر أنتم سيد كريستر أول راءة فضاء سويدي تصل إلى الفضاء بعام 2006 كيف تقارن مشهد الفضاء والرحلات إلى الفضاء حينها والآن؟ إلى أي مدى اختلف هذا المشهد؟ في الواقع كانت تجربة رائعة الذهاب إلى الفضاء كان أمرا رائعا والمشاهد والمظاهر التي نراها رائعة أولا أننا خبرت أنك تتجول بدون المساس بالأرض طبعا من الصعب وصف هذه التجربة ولكن المظاهر الرائعة هذا ربما أسهل شرحه هناك صور رائعة تخذت من الفضاء لكن أن ترى بعينيك بأمي عينيك هذا هو أمر رائع هذه المناظر الرائعة التي يجب أن نعتني بها معا وطبعا يمكننا أن نعمل معا الآن وأنا أرى أنه التكلم عن ذلك مهم أنتم كان لكم تجربة مع وكالة الفضاء الأوروبية أيضا كان لكم تعاون معين مع روسيا وأنتم اليوم موجودون في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أي مدى هذا التعاون مهم جدا في مجال الفضاء والاستكشافات الفضائية من أجل مستقبل كوكب الأرض أنا برأيي أنه من المهم جدا أن نعمل معا ونتعاون معا بشكل متزايد في مجال الفضاء وأن ربما نضع خطط لذهب معا إلى القمر أو المريخ وطبعا نحن نقوم بالأمول بشكل أفضل إذا ما عملنا معا طبعا هناك نوعا من التنافس الودود وهناك منحة للتقدم بشكل سريع في مجال هذا التنافس ولكن العمل معا والمشاركة عدة الدول في استكشاف الفضاء أمر لغاية الأهمية وأنا طبعا مندهش لطريقة قيام الإمارات العربية المتحدة طبعا بهذه الأمور وهي قامت بالكثير بالنظر إلى أنها نسبيا دولة صغيرة قامت بالكثير في مجال الفضاء وإرسال البعثات الاستكشافية كما شاهدنا في المريخ أو مهمة المريخ وأمل أن تقوم مزيد من الدول بحذو حذو الإمارات والعمل معا نحن نعمل طبعا معا مع روسيا وعدة الدول نرى أن أبواب الفضاء انفتحت على مصرعيها اليوم أمام الرحلات غير العلمية وغير الاستكشافية نرى رجال أعمال ومليارديرات اليوم يتطلعون الاستكشاف أكثر هذا المجال ما رأيكم بالرحلات السياحية وهذا الطابع الذي يصبح اليوم غالبا على صناعة الفضاء في العالم برأيي أن ما يحدث الآن هو طبعا رائع جدا ومذهل من المهم طبعا بالنسبة لمستقبل الحياة البشرية أن نقوم بذلك لأنه لا يمكن الاعتماد على الأموال الحكومية فقط لنجل إجراء بعثات إلى الفضاء فيجب أن يكون هناك استثمارات أخرى وطبعا هذا الثمار الذي نقطفه الآن وطبعا السياحة إلى الفضاء سوف تخلق فرص مزيد من الفرص في المستقبل لإرسال مثلا علماء إلى الفضاء وهذا طبعا في المستقبل وأرى أن هذا طبعا يمكن تحقيقه من خلال شركات خاصة ربما وهذا أمر يفسح المجال لمزيد من البعثات البعض قد يترددون إزاءة طبعا هذه الرحلات السياحية في بعض الحالات طبعا ربما لا أتتكلم عن إيلون ماسك ولكن هناك الكثير من الأموال التي تنفق في هذا المجال ولكن ثمت الكثير من الأشخاص لديهم الرؤية لأتهاب إلى المريخ أو إلى الفضاء وهنا يجب أن نضع الأموال وليستفيد من هذه الأموال التي تنفق في هذا المجال طبعا الكل يرغب في ذهاب إلى الفضاء ولكن أعتقد أنه مع الوقت الأسعار سوف تنخفض إذا ما قارننا مثلا مع الرحلات الجوية التي تقوم بها طائرات العادية منذ 60 عاما أو 50 عاما كان الأمر مكلفا ولكن اليوم معظم الأشخاص يستطعون تحمل تكاليف السفر وهذا ما سنراه على الأرجح بالنسبة للفضاء بعد 30 عاما